موسيقى رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية بأسوان ويشهد صفافا لمعدات الطوارئ والأزمات بالمحافظة خلال مباحثات الهاتفية مع نظيريه الإيطالي والنرويجي شكر يشدد على ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها لدعم وقف اطلاق النار في غزة وفي اليوم السادسي بعد المئة من العدوان تواصل الغارات على أنحاء غزة ونيتنياهو يتراجع عن مواقفه بشأن رفض حل الدولتين السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيج نشطة اخبارية ومفاصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تدريب الشباب على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وخلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة أسوان أضاف مدبولي أنه استمع إلى تجارب ناجحة لشباب تمكنوا من العمل مع شركات عالمية بعد تأهيلهم وتدريبهم عمليا شيء يفرح جدا لأن احنا بنتفرج على إزاي الشباب المصري لما بيتدرب وبيؤهل على وظائف الجديدة في قطاعات لتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيبدأ أن الحقيقة بيحصل له طفرة كبيرة جدا فيما يخص الحصول على وظائف شديدة تميز في شركات عالمية وبيبدأ الحقيقة بتبقى يعني العائد المادي للشاب المصري من هذه الوظائف بيبقى الحقيقة عائد مرتفع جدا جدا بالمقارنة بالوظائف التقليدية والحقيقة الشيء اللي أنا كنت حريص جدا أن أنا أقف كتير مع الشباب واستمع لتجاربهم المهم هنا أن الشباب ده بيبقى ممكن خريج في الجامعة من تخصصات ما لهاش علاقة بهذا القطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعني أنا قابلنا الحقيقة شباب من خريجي كليات تربية اللغة العربية في جامعة الأزهر تجارة هندسة يعني مجموعة تانية مختلفة خالص عن هذا التخصص ولكن الشباب ودي يمكن الميزة المهمة والل أنا دايما بشجع شباب المصري أن هو يفكر فيها هم بيشوفوا فين فرص العمل المتاحة وبنان عليها وممكن بياخد قرار أنه بيغير بعد ما بيتخرج بيغير التخصص بتاعه أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع محور بديل لخزان أسوان على نيل كذلك أهميته في إحدى أو إحداث عملية التنمية في هذا الإطار أشار مدبولي إلى أهمية المشروع في الربط ما بين الطريق الواصلي لطريق أسوان وبرنيس حتى الطريق الصحروي الغربي القاهرة أسوان والربط على طريق أسوان أبو سنبل خزان أسوان بقاله أكتر من 120 سنة مبني وكان يعني الحقيقة العرض بتاعه فوق وده كان بيعتبر محور مروري بيخدم مدينة أسوان لا يتجاوز حارة وحارة حارة في التجاه وحارة في التجاه والخزان طبعا نتيجة لقدمه ما بقاش حتى يعني يقدر أنه يستوعب الحركة الكبيرة المتزايدة في هذا الشأن وإحنا محتاجين أن احنا نرممه ونرفع كفاقته الأهم ما كانش بيعدي عليه عربيات نقل وبتالي بضايع وحركة التجارة كلها ما كانتش بتحصل أنها تتنقل من فوق الخزان كان البديل الوحيد الكبري الملجم في أقصى شمال أسوان وده طبعا عشان العربيات النقل بتتحرك ليه 40 كيلو يعني بتبقى المسافة عشان ينتقل من شرق إلى غرب النيل هذا المحور مش فقط أنه هو كبري زي ما قلت بديل للخزان ولكن ده محور حيربط من برنيس على البحر الأحمر ومرورا بأسوان ثم أنه يقدر أنه ينقل بعد كده إلى تشكى مرورا بمنطية أبو سنبل أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة وأضاف مدبولي أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد مشاركة فعالة من قبل الشباب المتطوعين الدولة المصرية النهاردة حتى خطة واضحة جدا لغاية 20-30 أن يبقى على 20-30 يبقى 42% من الطاقة المنتجة في مصر في صورة طاقة جديدة ومتجددة كان أحد هذه المشروعات اللي عديني عليها النهاردة شركة دولية غير مصرية هي اللي بتعمل هذه الاستثمارات بتقترب من 180 مليون دولار حتنتج 200 ميجا إن شاء الله في شهر إبريل القادم حيبدأوا يخرجوا للإنتاج وبالتالي كل ما بننتج هذه النوعية من المشروعات مشروعات الطاقة الجديدة ومتجددة كل ما بنقلل اعتمادنا على الغاز وعلى المزوت وعلى الوقود الإحفوري في إنتاج الطاقة وكل ما يدينا فرصة إن احنا نوفر الوقود الإحفوري عشان نقدر نصدره ونجيب عملة صعبة دخلنا على الحقيقة على قرية فارس وكت حريص على زيارة عدد كبير من المشروعات اللي موجودة في قرية فارس ووقفنا مع المواطنين واستمعنا إلى بعض الأفكار الخاصة بالمشروعات اللي بتتعمل هناك ويمكن أنا يعني بنتهز الفرصة إن احنا أشكر كل الشباب الجميل المتطوع في مبادرة حياة كريمة في كل قرية النهاردة في كل حتة في مصر بنلاقي يعني مئات من المتطوعين في القرية نفسها من شباب القرية بيشتغلوا بدون مقابل علشان يحققوا النجاح في هذا المشروع الكبير وشوفنا يمكن زورنا العديد من المشروعات في هذه القرية ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدورة الفاعلة لمركز إبداع مصر الرقمية كرياتيفا أسوان ومثيله في أنحاء الجمهورية ذلك لدوره في إعداد كوادر الرقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة جاء ذلك خلال جولته بمحافظة أسوان التي تشمل عددا من المشروعات الخدمية والتنموية كما تفقد مدبولي المعاملة التكنولوجية المتطورة بمركز إبداع مصر الرقمية بأسوان من بينها معمل لأطباعة ثلاثية الأبعاد حيث طلع على الأنشطة والبرامج التدريبية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز التي تستهدف توفير التدريب التقني وتنمية مهارات المهنيين المستقلين بالإضافة إلى تحفيز الإبداع الرقمي وريادة الأعمال كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل برفقة عدد من المسؤولين وخلال تفقده للمحور استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقه لشرح حول تقدم أعمال تنفيذ وإنشاء المحور الذي يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه ويشمل تنفيذ المحور أعمال صيانة وصناعية تشتمل على جسرين ونفق واحد بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.5 كم وبلغت نسبة تنفيذ المحور 95% وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير التجهيزات المطلوبة بجميع محافظات الجمهورية وذلك لسرعة التعامل مع أي أزمة وخلال مشاهداته استفافا لمعدات محافظة أسوان للتأكد من الجاهزية الفنية للمواجهة في حالات الطوارئ والأزمات شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لكفاءة عمل الأجهزة والمعدات المستخدمة وأيضا العمل على صيانتها بشكل دائم بكافة محافظة الجمهورية بما يضمن التعامل السريع مع أي أزمات طارئة هذا وقد تفقد مدبولي جانبا من المركبات والسيارات والمعدات المصطفى وكذا معدات الشركات ذات الصلة بخدمات المرافق مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء وقطاع الإسعاف والكهرباء وأيضا الحماية المدنية واستمع لشرح من محافظ أسوان حول تجهيزاتها وأدوارها ومدى كفاءتها الفنية لأداء مهامها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالمشروعات القومية التي يأتي على رأسها مشروعات الطاقة المتقددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية وخلال تفقود محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة أكوا باور بكومانبو أكد مدبولي على التشجيع التام من قبل الدولة لشركات القطاع الخاص كي تتمكن من الدخول بقوة في قطاع إنتاج الطاقة الجديدة والمتقددة موضحا أن الدولة تترك ذلك القطاع بالكامل لاستثمارات القطاع الخاص وإداراته وتشغيله بحيث تستفيد الدولة من الطاقة المؤلدة وأضف مدبولي أن محافظة أسوان تعد من أفضل المواقع لإنتاج الطاقة الشمسية نتيجة لطبيعة التقص في تلك المحافظة المميزة بما يدعو مزيد من المشروعات في هذا القطاع خلال المرحلة القادمة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على متابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ذات الأهمية البالغة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مصر وخلال جولته بقرية فارس في كومومبو تفقد مدبولي عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة من بينها مشروع محطة الصرف الصحي المتكامل ومشروع لوحة توزيع الكهرباء ومجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجي وأحد نماذج الوحدات السكنية بعمرات سكن كريم بقرية فارس كما تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض السلع الغذائية بحية اللوتس في مدينة أسوان وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة موقف توفر السلع وأسعارها وأكد رئيس الوزراء ضرورة تستمرار دخل السلع بكمية كبيرة وأسعار مناسبة للمواطنين وأشهد المعرض مشاركة مبادرة كلنا واحد أمان ومنفذ محافظة أسوان بمشاركة الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تفقد مدبولي جميع تلك المنافذ لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها هذا وتستضيف محافظة أسوان معرض أياد مصر حتى 22 من يناير الجاري ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح أسيسي تشارك في فعاليات المعرض 24 محافظة حيث تنوعت الأعمال اليدوية والحرفية التي تعبر عن البيئة التي تشتهر بها كل محافظة يعد المعرض فرصة كبيرة لتوسيع مجالات التسويق والبيع لهذه المنتجات ذات الجودة العالية والمصنعة محلية نحن مشاركين النهاردة في معرض أياد مصر أثناء زيابة معالي وعيث الوزراء والمعرض ممتد لمدة 3 يام بإذنك أنت يا رب ومشاركين بمجموعة من الحرف التراثية جميلة جدا ومش متواجدة في محافظات تانية وبتعبر عن محافظة بنسويف أنا المعرض ينهوض بيضم جميع منتجات التراثية واليدوية للبحر الأحمر ابتداء مرض غارب لغاية شلتين بحر الأحمر فيها حاجة ميزة حلوة قوي إن شلتين بتعمل شغل خوص بجلود فدي بصمة من البصمة أوطن اللي بيعملوها عندنا في المحافظة بنتميز بيها أنا بشغل مجسمات خرز عمد ميت بشغل فوانيز بشغل ألم مرادين مدليات وبشغل شغل ريزن جايين طبعا محافظة المينيا المعرض من يوم السبت لحد يوم الاثنين نازلين بكل المنتجات الخاصة بيني في الشرقية والشرقية بتتميز بيها هنبدأ مع حضرتك شايفة العرائس الخشبية العرائس الخشبية ودي بتتعمل من مخلفات الأخشاب أخشاب الموالح بالذات نتعمل منها العرائس الفولكلور زي ما حضرتك شايف ودي شرقية مميزة بيها عربيات أو أشكال مختلفة وفي بعد كده البردي جنبها البردي ده برضو من أهم الحاجات اللي بتميز الشرقية وخاصة أن احنا بلاد زراعته في قرية الأراموس مركز أبو كبير في الشرقية في معانا تشكيل من منتجات كتيرة ما بين السجاد اليدوي ما بين الخزف وبين الشغل الجلد الطبيعي من الحاجات التراثية بنحاول نعمل امتزاج بين كل المهن والحرف اليدوية الموجودة ما بين البامبو وما بين الفخار وما بين الخزف وبين التالي بنشكل تشكيل جديد عقدت المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا عالميا تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المتحدث من أحكام دستور 2014 وذلك بقاعة المؤتمرات في مقر المحكمة وشارك في المؤتمر الذي يأتي متزمنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014 كبر رجال الدولة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كما حضر وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد إلى جانب رجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفقا لمبادئ الشرعية الدستورية جاء ذلك خلال كلمة رئيس المحكمة بالمؤتمر الصحفي بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 فلقد كان لحرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية أثره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني لأحدثكم حديثا موثقا عن تفعيلي وإنفاز وأحكامي وقراراتي هذه المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوسيقة الدستورية القائمة التي تقبل دوما تطويرا وتعديلا يتوافق مع اعتبارها وسيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلة للدولة والمواطن معها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الرقابة الدستورية اللاحقة للمحكمة على التشيعات ليست شعارا ولكن حقيقة واقعة استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب وتجاوز في مضمون حدود الأقريم المصري وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن العديد من القواعد والأحكام التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أصبحت محل استشهاد وثناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين الدوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقة بالدستير والقوانين إن الرقابة التي تباشرها المحكمة مردها وأساسها مبدأ سمو الدستوري باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسل قواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم وهذه الرقابة الدستورية لم تكن أبدا محد شعار يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة إنما هي حقيقة وواقعا استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا بأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري في الدول الغربية موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هناء وزير الخارجية سامح شكري نظيره الكويتي عبد الله علي اليحية بتولي المنصب حديثة وأكد وزير الخارجية خلال اتصالي هاتفي على عمق وخصوصية العلاقات الراسخة التي تجمع ما بين البلدين والتطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز مسار العمل العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة العربية من جانبه أعرب وزير الخارجية الكويتي عن خالصي شكره وتقديره لوزير الخارجية سامح شكري على اللفتة الطيبة وأكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة ما بين مصر والكويت أكد وزير الخارجية سامح شكري أن توصل وقف شامل وفوري لإطلاق الناري في قطاع غزة يظل هو السبيل الأوحد لإنهاء الوضع المتأزم في القطاع والحد من تزايد العون في المنطقة وخلال اتصال هاتفي انطلق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني شدد شكري على ضرورة اطلاع الأطراف الدولية المهمة بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه دعم وقف اطلاق النار فضلا عن درء أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم كما تناول الاتصال التوترات الراهنة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة ومنها على الساحة اللبنانية وأمن الملاحة في البحر الأحمر حيث توافق الوزيران إزاء أهمية تكثيف التحركات للحد من توسيع دائرة الصراع في المنطقة تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من أسمى بارث إيدي وزير خارجية المملكة المملكة النرويج بحث خلال هذا الاتصال الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة وأكد الوزيران على مواصلة تقديم الدعم والتسليلات اللازمة كذلك حشد الدعم الدولي اللازم من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل كامل ومستدام في هذا الأسياق تطرق الوزيران إلى عمل لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني استقبل مطار العريش الدولي ثلاث طائرات تحمل أكثر من خمسة وسبعين طن من المساعدات المتنوعة للفلسطينيين بقطاع غزة وقال مصدر مسؤول في مطار العريش إن الطائرة الأولى قادمة من قطر وحملت على متنها تسعة ألاف ومائتي تون من المستلزمات الطبية وطائرة ثانية من الإمارات وحملت على متنها واحد وعشرين ألف وثلاثمائة وثمانين طن من المستلزمات الطبية والزيت وطائرة ثالثة من بلجيكا على متنها اثنان واربعون ألف وثمانين مائة وخمسة وعشرون طن من المستلزمات الطبية وأدوية وحليب بودرة هذا وتواصل مصر جهدها في استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول المساعدات واستقبال الجرحة والمصابين المزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري إلى هناك محمود جميل محمود ما الجديد لديك بالنسبة للمساعدات التي وصلت إلى مطار العريش ومعاد إدخالها عبر معبر رفح بعد التحية يعني الجهود المصرية مستمرة لم تتوقف لدعم الأشقاء الفلسطينيين بداية فيما يتعلق بمطار العريش وإضافة لما ذكرتموه من الطائرات التي وصلت أيضا وصلت اليوم طائرة إماراتية أخرى تحمل عدد من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى طائرة فرنسية تحمل بعض المستلزمات الطبية التي ستذهب إلى المستشفى الفرنسي في السفينة الفرنسية الموجودة في بناء العريش الإجراءات التي تتب عقب وصول هذه الطائرات يتم تفريغ هذه الطائرات من الأطنان ومن المواد الجذائية والمستلزمات الطبية ثم يعني إرسالها إلى المركز الاستراتيجي للهلال الأحمر لتفريغ هذه الشحنات وأيضا حبلها على السيارات الثقيلة الموجودة أمام المخزن طبقا للإجراءات المعينة التي يتم تحميل هذه الشحنات بها بالإضافة إلى تنصيق هذه الشحنات لإرسالها إلى معبر رفح ودخولها لقطاع الجزة فهذا التكييز هو الذي يتم هنا في مدينة العريش ثم تأتي المرحلة الأخرى لتنصيق دخول هذه الشحنات يوميا إلى معبر رفح من خلال البوابة المصرية نتحدث عن أنه اليوم تحديدا هناك بعض المساعدات التي اتجهت من معبر رفح مباشرة إلى الجانب الفلسطيني وتحديدا إلى محافظة خاني يونس إلى المخيم الإغاثي المصري الموجود هناك نتحدث عن عدد من السلاسل الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية ومولدات الطاقة ذهبت مباشرة إلى هذا المخيم الإغاثي لدعم النازحين من شمال غزة في هذا المخيم الذي وصل إلى ألف خيمة حاليا يتم تقديم كل الخدمات المختلفة فيه من الخدمات الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية وغيرها وهذا يعني حرص القيادة المصرية على دعم الأشقاء الفلسطينيين وأيضا عدم التهجير من الأراضي الفلسطينية فبالتالي تم إنشاء هذا المخيم هناك بالإضافة إلى التجهيز حاليا في المرحلة الثانية والثالثة لهذا المخيم لاستيعاب أكبر عدد من النازحين من شمال غزة نتحدث أيضا عن استقبال المعبر للجرحة والمصابين ورعاية الدول الأجنبية الذين يتم تقديم كل الخدمات الصحية لهم لكن اليوم تحديدا الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء أكد على الخدمات التي تقدم للمرافقين والعالقين والمصابين داخل مدينة العريش سواء من الخدمات العلاجية في المستشفيات أو حتى من الوحدات السكنية التي يتواجدون فيها أو فيما يتعلق بالترابط الأسري وحرص تواصل المرافقين والمصابين هنا مع أهليهم في قطاع غزة من خلال إتاحة بعض وسائل الاتصال بذويهم للإطمئنان عليهم وأيضا تقديم خدمة الدعم النفسي للأطفال والمصابين بعد انتهاء رحلة العلاج من المستشفيات بوجودهم في الوحدات السكنية أو في المخصصة لهم في مدينة العريش ووجود أيضا عيادة طبية موجودة بالقرب من هذه الوحدات السكنية لتقديم الخدمات المختلفة لهم بالأمس فقط نتحدث على أن هناك ما يقرب من 580 فلسطيني استفادوا من هذه الخدمات الموجودة في مدينة العريش سواء كانت خدمات صحية أو حتى خدمات غذائية أو أي خدمات من أي نوع آخر بالإضافة إلى توفير بعض وسائل النقل والمواصلات للانتقال من الوحدات السكنية لهؤلاء المرافقين في مدينة العريش وصولا إلى المستشفيات الموجودة لتلقي الخدمات وداخل مستشفى العريش تحديدا نتحدث عن وجود مكتب لخدمات المواطنين هذا المكتب مخصص لخدمة الأشقاء الفلسطينيين والمرافقين والعالقين الموجودين في مدينة العريش لتقديم الخدمة الصحية المختلفة لهم والإطمئنان على صحتهم وأيضا يعني مراعاة كل الخدمات المختلفة التي تقدم لهم بالإضافة تم التأكيد أيضا على أنه جاري في هذه الأيام تجهيز مطبخ دائم سيتم توفير ما يقرب من خمسين ألف وجبة غذائية يوميا سيتم إرسالها إلى قطاع غزة وتحديدا إلى المخيم الإغاثي في محافظة خان يونس هذا المطبخ جاري التجهيز له وسيتم تجهيز هذه الوجبات قريبا وإرسالها إلى قطاع غزة فإذا نتحدث عن مصارات موجودة ومصارات جديدة يتم تحديثها لخدمة الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم كل الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة نعم من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل كنت معنا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف في أنحاء متفرقة في قطاع غزة وفي غضون ذلك أفاد شهد عيان أن فصائل المقاومة تصدت لدبابات تحور التقدم مجددا إلى الضواحي الشرقية لمنطقة جباليا في شمال غزة هجمة بربرية شرسة لا تتوقف وصلت يومها السادسة بعد المئة وقصف وحشي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي شهده جنوب قطاع غزة وخاصة مدينة خان يونس التي صارت بؤرة جديدة مستهدفة للقتال البري والغارات على الرغم من ظروف الإنسانية المتدهورة هناك وفي أحدث حلقات العدوان استشهد العشرات وغالبيتهم من النساء والأطفال وأصيب عدد لم يتم إحصاؤه جراء الغارات المستمرة التي واصلت الليل بالنهار في أعنف قصف يشهده الجنوب القصف الإسرائيلي استهدف حي نصيرات وسط قطاع غزة وحي الأمل مما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على بلدة جباليا شمال قطاع غزة ولم تكتفي قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الجوي وقذائف الدبابات برا فلجأت للقصف البحري حيث استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ومن مدفعياته الثقيلة ونيرانه إلى اعتقال آلاف الرجال في قطاع غزة وتتواصل الجرائم الوحشية التي يمارسها الاحتلال في حق الأسرى في غروف وصلت إلى حد التعذيب بحسب بيان ألقاه ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا أن الأسرح توجز في غروف مروعة وفي أماكن مجهولة لفترات وصلت إلى نحو الشهرين وما زال عداد الموت لا يتوقف ما بين شهداء وآلاف من المفقودين تحت الأنقاض في وضع تعجز الإنسانية عن تداركه مع عجز الهلال الأحمر والإسعاف عن الوصول إليهم جراء القصف الإجرامي الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني سلط مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية ضوءة على انهيار المنظومة الطبية في قطاع غزة جراء العدوان عليها وأشار المقال إلى تزايد أعداد الضحايا من المرضى في قطاع غزة على نحو المخيف بسبب انهيار المنظومة الطبية كما أشرت صحيفة البريطانية إلى وجود عشرات الآلاف من ذوي الأمراض الخطيرة والمزمنة لا يتلقون العلاج منذ عدة أشهر ما يمثل تهديدا على حياتهم نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى صحة الأكاذيب التي روجتها صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية بشأن ما زعمته حول موافقة الرئيس عبد الفتاح أسيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو على احتلال إسرائيل محور صلاح الدين فلادلفيا بدعوى قطع آخر شريان لحركة حماس مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي للحرب ذلك حسب مزاعم الصحيفة الإسرائيلية في هذا الإطار أوضحت المصادر المصرية أن مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان ورفض أي تحركات إسرائيلية من شأنها تصفية قضية الفلسطينية هذا وتشدد مصر على ضرورة التزام واحترام الجانب الإسرائيلي كل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين بما فيها البروتوكول الخاص بمحور صلاح الدين فلادلفيا أبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو لا يعارض جميع الحلول بشأن حل دولتين بينما طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بفرض حل الدولتين على إسرائيل إذا لزم الأمر موجة عارمة من الاعتراض على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الرفضة لإقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب لكن الدفاع عن نتنياهو هذه المرة لم يأتي من تل أبيب بل من واشنطن إذ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعارض جميع حلول الدولتين مشيرا إلى مقترح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وهو ما أفادت وسائل إعلام أمريكية بمناقشته بين بايدن ونتنياهو في الولايات المتحدة أيضا الداعمة الكبرى لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة طلب ستون نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب من وزير الخارجية أنتوني بلينكين تأكيد معارضة التهجير القصري للفلسطينيين في قطاع غزة وأعربوا عن قلقهم من الخطابات المتطرفة الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بدوره اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا صارما اذ طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل بفرض حل الدولتين على إسرائيل إذا لازم الأمر مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك فإن دوامة الكراهية سوف تستمر بين الجانبين جيلا بعد جيل في السياق ذاته أكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كيرستارمر أن الدولة الفلسطينية حق للفلسطينيين معربا عن رفضه لتصريحات نتنياهو وفي ظل استمرار حكومة الاحتلال في سياساتها للتضييق على الفلسطينيين في شتى المجالات أفدت وسائل إعلام بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحا بشأن تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث ربما يكون الولايات المتحدة أو النرويك وعلى صعيد الوضع في قطاع غزة تواصل إسرائيل سياساتها التي تورطها بشكل أكبر في جرائم ليس فقط بحق الفلسطينيين بل بحق المحتجزيها أيضا وفي تأكيد على الأمر شدد رئيس أركان جيش الاحتلال السابق عضو مجلس الحرب جادي أزنقط على استحالة إعادة المحتجزين أحياء في المستقبل القريب دون اتفاق وأن التصريحات بشأن إعادتهم أحياء لا تعدو كونها مجرد أكاذيب نشرة السادسة الإخبارية مشاهدين لا تزال مستمرة وتتابعون فيها إيران تتوعد بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عناصر للحرس الثوري بدمشق توعدت إيران إسرائيل بالانتقام لقتلها الذين قدوا في الغارة الإسرائيلية على إحدى المباني بالعاصمة السورية دمشق وأكدت إيران أن الهجومة محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار في المنطقة وأنها تحتفظ بحق الرد وكانت إسرائيل قد شنت غارة استهدفت مبنى سكني في العاصمة دمشق أصفر عن مقتل عشرة أشخاص بحسب وكالة الأنباء الفرنسية بينهم خمسة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني ومن جانبها أوضحت وكالة مهر الإيرانية أن الهجوم أودى بحياة مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وثلاثة عناصر آخرين من الحرس بينما أكد الحرس الثوري أن الهجوم أصفر أيضا عن مقتل عدد من عناصر قوات السورية أفدت وكالة رويترز لأنباء نقلا عن مصادر أمنية باستهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق بعدة صواريخ ونقل مسؤول أمريكي عن تقارير أولية أن جنود أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وأن أحد أفراد القوات قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية مشيرا إلى أنه يجرى الآن تقييم أولي للأضرار النجمة عن هذا الهجوم أعلن جيش الأمريكي تنفيذ دربات ضد ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة لقوات الحوثي كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر وكانت جاهزة للإطلاق وحددت أقوات الأمريكية الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وسط تنام التوتر في البحر الأحمر وفي واقعة هي الأحدث شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة استهدفت ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة لقوات الحوثي في اليمن قالت إنها كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر ومجهزة للإطلاق وبحسب القيادة المركزية الأمريكية فإن القوات الأمريكية رصدت الصواريخ من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحوثي وخلصت إلى أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة معتبرة أن قصفها لهذه الصواريخ كان دفاعاً عن النفس المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أكد أن الجيش الأمريكي نفذ بنجاح ثلاثة ضربات دفاعية استهدفت قاذفات صواريخ كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر ومجهزة للإطلاق وأشار إلى أن هذه الضربات تأتي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس وتساهم في جعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الحربية والسفن التجارية يذكر أنه في الثاني عشر من يناير الجاري بدأت أولى الضربات الأمريكية البريطانية بدعم من مجموعة صغيرة من الدول استهدفت قوات الحوثي في اليمن وطالت رادارات وبنية تحتية لصواريخ ومسيارات بعد أن أعلن الحوثي أنه سيستهدف أي سفينة لها صلة بإسرائيل رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنذ ذلك الحين نفذت واشنطن سلسلة ضربات أخرى استهدفت خصوصاً منصات إطلاق الصواريخ وقبل أيام أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات الجوية على أهداف تابعة لقوات الحوثي في اليمن ستستمر على الرغم من أنه أقر بأنها ربما لا توقف الهجمات في البحر الأحمر وتسعى الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية ومالية على الحوثيين بعدما صنفتهم مجدداً على أنهم كيان إرهابي ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في السادس عشر من فبراير أكد نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع أنه لا يمكن لإدارة أرض الصومال إبرامة اتفاقية مع إثيوبيا كونها جزء من الصومال وقال نائب رئيس الوزراء الصومالي أن الاتفاقية تمثل تهديداً لإثيوبيا وسوف تؤثر بشكل كبير على سكان منطقة القرن الإفريقي كما أنها تثير قلق الحكومة والشعب الصومالي على حد سواء كما أشار نائب رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسبب صراعات في المنطقة بسبب التصرفات غير المسؤولة لإثيوبيا معرباً عن استغرابه من محاولة إثيوبيا انتهاك سيادة الصومالي وبشكل متعمد نقدد على حضراتكم التحية المشاهدين نستكمل معكم نشرة السادثة حيث أفاد تقرير للأمم المتحدة نشرته وكالة ريترز للأنباء أن ما بين 10 ألاف و 15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بأسودان العام الماضي في أعمال عنف نفذتها قوات الدعم السريعة وفي تقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قال المراقبون أن أعمال العنف التي شهدتها مدينة الجنينة بين أبريل ويونيو الماضي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصدر ممثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية المشاركون في قمة عدم الانحياز في العاصمة الأغندية كامبالا بيانا مشتركا يدعو الأطراف المتقاتلة في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في حوار حول مستقبل الوضع في السودان كما دعت الأطراف الثلاثة إلى إنهاء التوتر بين السومال وإثيوبيا حول الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وما يعرف بأرض السومال وأكد البيان المشترك أن التطورات الحاصلة في السودان والتوترات الإثيوبية السومالية من شأنها تهديد أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي ترجمة نانسي قنقر وزير الداخلية محمود توفيق يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري بعبدين وذلك لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح أسيسي في إطار الاحتفال بعيد الشرطة وتقدم الوزير بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والامتنان لمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعرقة الإسماعيلية الخالدة والتي جسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني التضحية للوطن بالزود عن أمن وأمان شعبه العظيم بكل غال ونفيس ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطني عبر العصور وأكد الوزير أن مسيرة جهاز الشرطة تمضي خلف قيادة الرئيس السيسير حكيمة لأداء رسالتها النبيلة نحو مستقبل أفضل للبلاد انطلقت المرحلة الخامسة من المشروع قميل الحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة وإصال مشروع من خلال تلك المبادرات إلى إكساب المشاركين كافة المعلومات والمهارات التي تخص الحياة الأسرية ومنها الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية بالإضافة لجوانب الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ويقدم تلك التدريبات نخبة من المدربين من أساتذة الجماعات والأطباء المتخصصين وقد بلغ عدد المستفيدين من المقبلين على الزواج من المبادرة على مدار مراحلها الأربع منذ عام 2020 حتى عام 2023 نحو أربعين ألف مستفيد من أربع وعشرين محافظة بدأت مصر في إنتاج دوائين مصريين جديدين أحدهما حاصل على براءة ألمانية دولية لعلاج أمراض الذكورة والآخر لرفع المناعة وعلاج الفيروسات التنفسية والذي حصل على إشادة دولية ناظرا لارتباطه بأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة يأتي ذلك دليلا على بدء جني مصر ثمار توظيف مخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار صنع في مصر وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أهمية الدور الحيوي للعلماء والباحثين المصريين في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية وتحويلها إلى منتجات وابتكارات لدعم جهود الارتقاء بالصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني ولأن تحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة شأن الاقتصادي تنضم إلينا فيها الزميلة مرنة إهاب إليك مرنة شكرا لك رجائي شكرا سحر والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محلية معالمية حققت الصدرات المصرية للسوق الأفريقية زيادة بنسبة تقدر ب10% خلال الفترة من يناير إلى شهر نوفمبر من عام 2023 لتبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 1.89 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022 هذا وسجلت صادرات المصرية لسوق الأفريقية خلال شهر نوفمبر من عام 2023 نحو 149 مليار دولار مقابل 154 مليار دولار في نوفمبر من عام 2022 بنسبة تراجع تقدر بـ 2.7 من عشر بالمئة قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة تبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية ذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في سوق من خلال ربط بيع مادة البيتوبين بشراء المستحلبات والمحليل البيتومينية ويؤكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر بإكبار العامل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق في أسواق البترولة العالمية سجلت أسعار النفط في آخر تداولاتها الرسمية تراجعا بأقل من واحد بالمئة لكنها حققت مكاسب أسبوعية بعد أن تقت المخوف من تصاعد للطرابات في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج على الأسواق وسجلت العقد الآجلة لخامي برينت 78.56 دولار للبرميل متراجعة بنسبة تقدر بـ 68 من مئة بالمئة كما سجلت العقد الآجلة للخامي الأمريكي 73.41 دولار للبرميل منخفضة بنسبة تقدر بـ 9 من عشر بالمئة كذلك تراجعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 62 من مئة بالمئة لتصل إلى 2.63 دولار للتر وهبطت أسعار الغزي الطبعية بنسبة تقدر بـ 6.6 من عشر بالمئة لتسجل 2.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أصبحت روسيا في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين وتحدت روسيا العقوبات الغربية لشراء كميات كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة بها وأظهرت بيانات للجمارك الصينية أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.2 من مئة مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي أي ما يعادل 2.14 مليون برميل يوميا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة مواصلة الاجتماعات بينهما بشكل منتظم وذكرت الخزانة الأمريكية أن الاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بيكين تضمنت مناقشاتا حول قضايا الاستقرار المالي وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية الدولية والتمويل المستدام والمدفوعات والبيانات عبر الحدود وجهود مكافحة غسل الأموال مشاهدين أنتهت أخبار الاقتصاد وأعود عليكم مرة أخرى رجائي وصحر شكرا لك مرنى إيهاب مشاهدين بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من العنوين رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية بأسوان ويشهد استفافا لمعدات الطوارئ والأزمات بالمحافظة خلال مباحثته الهاتفية مع نظيريها الإيطالي والنيروجي الشكري يشدد على ضرورة إطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها لدعم وقف إطلاق النار في غزة في اليوم السادس بعد المئة من العدوان تواصل الغارات على أنحاء غزة ونيتانياهو يرفض تصريحات بايدن بشأن إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء العدوان وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة شكرا لكم وإلى اللقاء في تمام التسعة جولة إخبارية مجددة إلى الملتقى اشتركوا في القناة